موسيقى الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي أهلا بكم سلامة الكرام في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة نبدأها بأبرز العناوي موسيقى لاسخار تؤكد دعمها للسوداني والأخير يتعهد بمعالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد عبر برنامجه الحكومي موسيقى قضية الخرق المالي الكبير تتفاعل القضاء يصدر مذكرات قبض بحق متورطين بسرقة نحو أربعة تريليونات دينار موسيقى السيطرة على أملاك الوقف السني مرفوضة في نينوى نوابها يعلنون موقفهم من محاولات فردية للاستحواذ عليها موسيقى البداية السياسية كان اذكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد شاع السوداني لاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي وناقش السوداني خلال استقباله الممثل الأممي جنين بلاسخارت الأوضاع السياسية في البلاد مؤكدين تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية وتدعيم آليات النظام الديمقراطي كما وأعرب السوداني عن حرص الحكومة المقبلة على الاستماع إلى صوت الشباب ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني إلى السوداني بمناسبة تكليفه مؤكدة دعم البعث الأممية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي هذا وأكد سودان أهمية الشراكة البناء مع بريطانيا والعمل على أن يكون العراق مرتكزا فاعلا إقليميا ودوليا وذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له أن الجانبين استعرضا مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية وأشار السوداني بحسب البيان إلى أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذا المسار بدوره أكد سفير البريطاني دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم والازدهار وباشر السوداني مهمه في القصر الحكومي بشكل رسمي وبدأ عقد اجتماعاته تمهيدا لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية في البرلمان ولنيل ثقته ورجحت أوساط النيابية أن يقدم السودان كابينته الوزارية خلال خمسة عشر يوما لافتة إلى أن ذلك يأتي بسبب التعاون الواضح من قبل الجميع معه كما أن الاستحقاقات متأخرة لذلك لا بد من الاستعجال في تقديم التشكيلة الحكومية من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ستوجه نحو الحكومة الجديدة وكتبت رومانوسكي في تغريدة لها أن التقدم في تحقيق المصالح المشتركة بين أمريكا والعراق مهم للعراقيين مشيرة إلى أهمية وجود عراق يحارب الفساد ويخلق فرص عمل وإلى عراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالية من داعش وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي عقب اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد شاع السوداني مع قادة الإطار التنسيقي يبدو أن هذا الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة لشكل الحكومة الجديدة التي ستتشكل من 25 وزارة وزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير يتسارع الحراك السياسي في العراق مع تكليف محمد شاع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة حدد السوداني بعد اجتماع مع قادة الإطار التنسيقي الخطوط العريضة لحكومته التي ستتشكل من 25 وزارة السوداني نوه إلى القوة السياسية أن لهم حق الترشيح حسب استحقاقهم الانتخابي لكن حق الاختيار هو لرئيس السلطة التنفيذية حتى يكون هناك توازن في الاختصاص وتطابق في العمل وأيضا ضمان المستوى الإنجاز والخدمات من خلال محتويات أو مستميات السلطة التنفيذية القادمة أتقدم بالشكر الجزيل للقوة السياسية على ده بدأ السوداني حراكه تجاه قادة الكتل السياسية لبحث شكل وزاراته وطرح مشروعه الحكومي العام ومطالبتها بترشيح شخصيات عدة غير مجربة لتولي الوزارات وفقا لاستحقاق تلك الكتل الانتخابية في محاولة لإرضاء جميع لدعم حكومته أول مئة يوم كما ذكرت سوف تكون الفيصل بهذا الموضوع وإذا كانت هناك إنجازات حقيقية على أرض الواقع من تقديم خدمات وتحسين لملف المياه والكهرباء وحسن موضوع تمكين السيادة العراقية أنا أعتقد بأن عادة كسب ثقة الشارع من جديد سوف تكون هي أسهل مما كان عليه في السابق ووسط مفوضات تشكيل الحكومة بدأ واضحا تراجع تأثير الحراك في الشارع الذي يتطلع إلى حكومة قوية قادرة على تنفيذ احتياجاته بموافقة قالبية الكتل السياسية والأحزاب جرى تكليف محمد الشاع السوداني فهل سيتمكنوا من تنفيذ وعوده التي أطلقها أم سيصطدموا بتناقضات أهل الحكم وحساباتهم من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية برؤية التغيير وتجاوز الخلافات السابقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستاني يتحرك الحزب الديمقراطي الكردستاني لدعم حكومة محمد الشاع السوداني فيما أكد أن هذا الدعم يستند إلى ثلاثة شروط تقريرنا التالية تحدث عن مزيد من التفاصيل برؤية التغيير وتجاوز الخلافات السابقة يتحرك الديمقراطي الكردستاني لدعم حكومة محمد الشاع السوداني دعم هدفه في الأساس حل الإشكال النفط بين المركز والإقليم وتشريع قانون النفط والغاز لكي يتمكن الإقليم من تحقيق نهضة عمرانية استنادا إلى موارده المالية التي ستأتي من قطاع الطاقة أنا أقول خلاص يعني تعبنا وشارع تعب خلي نشكل حكومتنا خلي نجلس أمام الدستور اللي وقعنا عليه بكل توافق وبكل احترام سنة وشيعة عربا وكرد وأقليات حتى نصل إلى هذه المرحلة كما يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تفاهمات تشكيد الحكومة ارتكزت على ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالشراكة والتوافق والتوازن التي تحتاج إلى ضمانات متبادلة لتحقيقها العراقية كشخصية معنوية أمام خطورة انهيار كامل إذا لم يقوم بتنفيذ ما تم تقديمه كوعودات لهذه الكابنين الوزارية الجديدة الذي لا تتزاوز الصقوفات الدستورية والمطالب الدستورية المطالب الكرد والمكون السني والمكون الشيعي أيضا جميعا تكمن في طريق واحد وأبدى مختصون في الشأن السياسي مخاوفهم من احتمالية أن تأخذ العلاقة بين المركز والإقليم تداهورا أكبر إذا لم تستطع الطبقة السياسية في بغداد تحقيق شراكة سياسية حقيقية بشير الحسد قناة الفلوجة أربيل سياسيا أيضا بحث رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد وسفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين واستقبل رشيد السفير الإيراني في بغداد فيما تقدم الأخير بالتهاني لرئيس الجمهورية مؤكدا دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره كما بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وأكد أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين هذا وتلقى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد برقيات تهنئة من ولي عهد الكويت ورئيس جمهورية الصين ورئيس الحزب التقدمي اللبناني بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق وعبر المهنئون في تطلعاتهم عن مزيد من التعاون وإدامة التنسيق بمختلف القضايا وبما يحقق المصالح المشتركة متمنين النجاح والتقدم للعراق حكومة وشعبا على كافة المستويات كشف مجلس القضاء الأعلى عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الجمهورية والضريبية أو الأمانات الجمهورية والضريبية على خلفية سرقة ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دينار من حساب الضرائب وقال المجلس في بيان إن محكمة تحقيق الكرخ المعنية بقضايا النزاهة سبق وانتلقت بتاريخ الحادي والعشرين من آب الماضي أخبارا عن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمهورية والضريبية مبينا أن المحكمة قررت إيقاف صرف الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب وزير المالية حينها ومؤكدا صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم وأن التحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة التحقيق بسرقة ثلاثة تريليونات وسبمائة مليار دينار من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين وأكدت الهيئة في بيان التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي مشيرة إلى أن القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي تسببت بحصول هذا الخرق الكبير في المال العام لافتة إلى أن كتاب وزارة المالية وصل إلى الهيئة وستصدر القرارات المناسبة بحق المقصرين من جانبه نأى مصرف الرافدين بنفسه عن سرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من حساب الهيئة العامة للضرائب التابعة له وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها وضف أن مهمة المصرف تنحصر في صرف سكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة مشيرا إلى أنه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون عفوا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذلك أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد الشاعر السوداني عدم السماح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين وكتب السوداني في تغريدة لو على توتر لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها مؤكدا وضع هذا الملف ضمن أولويات البرنامج الحكومي مردفا بالقول لن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين في سياق متصل أعلنت اللجة القانونية النيابية عزمها تشريعة أكثر من عشرين قانونا فيما بيّنت أن تشريع قانون موازنة 2023 ربما يمتد حتى شباط المقبل شريطة تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة وقال عضو اللجنة النائب أميد محمد في بيان أن أكثر من مائة وسبعين مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة بسبب الخلافات السياسية في البلاد لافتا إلى أن اللجنة ستسمح أو ستمنح القوانين الضرورية للمواطنين وتعطيها الأولوية في المناقشة ومنها قانون الضمان الاجتماعي ومعالجة العشوائيات وقانون الخدمة المدنية والتعديل على قانون شركة النفط الوطنية وقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على خطى فك الانسداد السياسي في اختيار رئيس الجمهورية والوزراء ترتفع المطالبات الشعبية بضرورة إخراج الموازنة من أدراج القوانين المعطلة في مجلس النواب وإقرارها تحت قبة البرلمان تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير كل هذه الأموال سياسي اعتاد الحضورة سنويا مع موسم إزهار الموازنة نتمنى من السيد محمد الشيع السوداني أن يعزل الملف الاقتصادي عن الخلافات السياسية لأنها أثرت على المواطن العراقي وعلى المواقع الاقتصادي في العراق فنيا لن تختلف مسودة القانون عن موازنات السنوات الماضية بل ربما تظهر بأكبر حجم من التضخم المالي مع ازدياد حجم النفقات وزيادة في التخصصات للمشاريع المتوقفة باستثمار الفائض المالي من أسعار النفط لكن عامل الوقت ربما يكون مطبا في طريق تشريعها المرتبط بإكمال الكابينة الوزرية موازنة 23 أنا أعتقد من الصعب جدا أقرارها في هذه الفترة القليلة ستتأخر تشكيل حكومة لأقراب الشهر بعد ذلك مناقشتها في مجلس الوزراء ومناقشتها في مجلس النواب قد تطول إلى شهر الرابع أو شهر الخامس سيتم زيادة التخصيصات المالية للمؤسسات والوزارات بشكل واضح هذا يدي الزيادة لن تنعكس بشكل إيجابي لا ليس بإيجابي بشكل واضح على الواقع ستذهب أقلبها لميزانية التشغيلية هناك درجات وظيفية متأخرة هناك مستحقات لمؤسسات هناك مستحقات لشركات أهلية ولمقاولين هناك ديون داخلية كثيرة وديون خارجية كثيرة أعتقد ستأخذ الحصة الأكبر مشروع القانون الذي دفع ضريبة باهظة للخلاف السياسي بسبب تأخر تشريعه لأكثر من عشرة أشهر واستبدل بقانون الأمن الغذائي الذي أزاح الموازن إلى زاوية بعيدة عن أنظار الكتل السياسية يتخصر اليوم في طريق المجلس لإخراجه من مقبرة القوانين المهملة ليعود بالملف الاقتصادي للبلاد على المسار القانوني والدستوري من جديد تجزم قراءات اقتصادية أن أغلب مشاريع البنى التحتية في بغداد والمحافظات قد تتوقف في حال عدم إقرار قانون الموازنة كما هو الحال في السوق العراقية التي تتعرض إلى ركود بفعل الشلل الاقتصادي معطيات تجعل من تشريع قانون الموازنة تحدي آخر بجانب تحدي تشكيل الحكومة على الحديد بغداد قناة الفلوجة بعد انتظار لأربع سنوات أعلنت سلطة الطيران المدني افتتاح مطار كاركوك الدولي بحضور وزير النقل ناصر حسين الشبلي ووزيرة المالية وكالة هيام نعمة ومحافظ كاركوك ركان الجبوري وقالت سلطة الطيران في بيان أن مطار كاركوك الدولي استكمل جميع المعايير والمتطلبات الدولية ليكون جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية مؤكدة أن افتتاح المطار يعد إضافة مهمة في حركة نقل المسافرين والبضائع ليعزز واقع النقل الجوي وآفقه في البلاد بدوره أعلن محافظ كاركوك ركان الجبوري خلال مؤتمر صحفي افتتاح مطار كاركوك الدولي مؤكدا أنه بإمكان شركات الخطوط العالمية أن تبدأ تسير رحلاتها إلى المحافظة بعد الانتهاء من الأمور الفنية مشيرا إلى أن افتتاح المطار سيخدم المحافظات المجاورة وقدم الجبوري شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز المطار مؤكدا أن أهالي كاركوك شاركوا في إنجاح هذا المشروع اليوم له دلالة في نفوس أهالي كاركوك وهذا الافتتاح هو دولي ومحلي حسن ما أعلنته السلطة وحسن ما أيضا أبلغونا بذلك أحنا لا نسع أيضا دور دوائرنا سيد المعاون القائم مقام دوائرنا الأخرى كل الذين ساهموا من أهالي من موظفين كاركوك في إنجاز مثل هذا الصرح كنا نقرأ شعور الإحباط في كثير من الحالات لكثير من المشككين والمحبطين ولكن لن نلتفت لذلك نحن نلتفت إلى العمل ولا نلتفت إلى من يثبت أو يحبب ونعرف أن العمل سفيه نتائج وأن الجدال لا يأتي بالنتائج اليوم ابن كاركوك بعد استكمال إجراءات في النية لشركات الطيران سيذهب من كاركوك ويأتي إلى كاركوك والسلطة أعلنت أيضا بأنه بإمكان شركات القطوط العالمية أن تعمل ذلك منذ اليوم عندما تتهيأ ظروف الفنية اليوم نقول كل الذين وقفوا معنا نقدم لهم جزيل الشكر والاحترام باسم إدارة كاركوك بكل مكوناتها تكاتفنا جميعا وحدثنا جميعا في كاركوك هي التي أنتجت هذا الانتاج ولو كنا مختلفين لما أنتجنا من جانبهم عبر مواطنو محافظة كاركوك عن فرحهم بمناسبة افتتاح مطار كاركوك الدولي بعد انتظار لأربع سنوات معتبرين هذه المناسبة تاريخية ومهمة لأبناء المدينة لأنها ستؤثر إيجابا على تطوير الاقتصاد والسياح في المحافظة كاركوك اليوم غردت وهلهلت لأن بعد طول انتظار دام لأكثر من أربع سنوات ها هي اليوم تستيقظ منذ صباح الباكر على خبر افتتاح رسمي ونهائي ومؤكد لمطار كاركوك الدولي بالتأكيد هذه الفرحة ليست لنا فقط نحن الإعلاميين بل لكل أبناء ومكونات هذه المدينة العزيزة بالتأكيد اليوم محافظة كاركوك عاشت عرس جماهيري لأنه طال انتظار افتتاح مطار كاركوك اليوم افتتح المطار اليوم المسافر الكاركوكي وباقي المحافظات القريبة من كاركوك سيسافر بأمان من هذا المطار الحجاج المرضى المسافرين السياح سنستقبل السياحة الأجنبية والمحلية سيكون هناك انتعاش للاقتصاد في المحافظة بالتالي كل هذه الأمور مرتبطة بالحدث الأبرز الذي شهدته محافظة كاركوك البداية الفعلية ستكون أكثر أهمية وأفضل لمحافظة كاركوك الطيران من هنا والإقلاع والهبوط فيها سيعني لنا كأبناء كاركوك كثيرا اقتصاديا سياسيا دوليا حتى من الناحية العلمية كل كاركوك ستتطور بافتتاح مطارها في بغداد افتتح النائب عن تحالف السيادة محمد فاضل الدوليمي متنزه القدس الواقع في حي القدس شمال شرقية العاصمة بعد تكفله بعادة أعماره وتأهيله على نفقته الشخصية حرصا منه على وجود مساحات خضراء تستوعب الأطفال والعائلات في تلك المنطقة وفور وصول الدوليمي إلى المتنزه تزاحم الحاضرون للقائه والتعبير عن شكرهم لجميع الجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات في منطقتهم ومن بينها متنزه القدس الذي كان بحاجة إلى كثير من التطوير والعمل ترجمة نانسي قنقر أقامت مديرية الوقف السني في عمرية الفلوجة حفلا تأبينيا على روح الفقيد الشيخ الدكتور جاسم راشد العساوي أحد أبرز علماء الفقه والحديث في جامعة الفلوجة بعد أن وفته المنية الأسبوع الماضي وحضر الحفل التأبيني عدد كبير من خطباء المساجد وأساتذة العلم للتعريف بمآثر الفقيد ومؤلفاته ومواقفه الإنسانية طوال مسيرته المهنية قبل أن يرحل إلى مثوه الأخير مؤكدين أن الفقيد كان له أثر كبير في المساجد والجامعات لأنه كان شيخا وأكاديميا مشدين بدور مديرية الوقف السني لاهتمامها بمسيرة الفقيد على كافة الصعود حيث ترجل فارسنا الشيخ جاسم محمد راشد ونحن نعتصر ألما لفقده ذاكي لأن مساجدنا ستبكيه وأن دوراتنا القرآنية ستبكيه لأنه كان رجلا بحق في هذا الميدان بدعوة كريمة من مديرية الوقف السني في عامرية الصمود جزاهم الله خيرا في احتفال تأبينين لفقيدنا الدكتور جاسم محمد راشد العيساوي أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يوسع في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة في هذا اليوم الحزين استذكرنا مآثر الدكتور جاسم رحمه الله تعالى أكد نواب محافظة نينوى أنهم يرفضون رفضا قاطع عن التصرفات الفردية التي تحاول الاستيلاء والسيطرة على أملاك الوقف السني والمراقد التابعة له بالرغم من وجود ما يثبت عائديتها من سندات رسمية في دوائر التسجيل العقاري مؤكدين أنهم سيواصلون وسيتواصلون مع الجهة المعنية لحسم الأمر وفق القانون والتعليمات النافذة في الوقت الذي يشهد فيه البلد الآن استقرار النسبي على أثر انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء مشهوده بالكفاءة والنزاهة والوطنية من قوى سياسية تمثل جل أبناء الشعب العراقي بعد فترة شهدت عدم استقرار ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لن زلق البلد إلى أثون حرب أهلية ويتطلع أبناء الشعب العراقي والعالم إلى تشكيل حكومة وطنية قوية تعالج المشاكل المتجذرة في البلد نلاحظ ظهور من يحاول أن يثير الفتنة في محافظة نينو بطريقة مخالفة للقانون والعرف من خلال محاولة السيطرة على أملاك الوقف السني والمراقد التابعة له بالرغم من وجود ما يثبت عاديتها إلى الوقف السني من حجج وسندات سولية رسمية مثبتة وموثقة في دوائر التحجير العقالي قسم منها ملحقة ويديرها متولية ومن هذا المنطلع نحن نواب نينوة نرفض رفضا قاطعا أي تصرف فردي يتعارض مع القانون ويؤدي إلى انقسام أبناء المجتمع الواحد وسيكون لنا تواصل مع الجهات المعنية بمحاولة حسم الأمر وفق القانون والتعليمات النافذة بما يحفظ حقوق كل طرف نسأل الله توفيق وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية بما يضمن أن نكون أبناء شعب واحد لا نفر بين أي طرف من الأطراف لانقاذ ما تبقى من مناطق الأهوار في العراق بعد أن هددها الجفاف بالاندثار وحولها إلى صحراء قاحلة عقد عدد من الناشطين والأكاديميين والمعنيين بملف الأهوار مؤتمرا موسعا للفت نظر العالم إلى كارثة جفاف الأهوار تفاصل أوفا في سياق هذا التقرير لتسطيط الأضواء على مشكلة الجفاف وشح المياه التي ضربت مناطق الأهوار في ذيقار عقد عدد من الناشطين والأكاديميين والمعنيين في ملف الأهوار مؤتمرا لمطالبة المجتمع الدولي لانقاذ ما تبقى من هذه المناطق بعد أن هددها الجفاف بالاندثار وحولها إلى صحراء قاحلة هذا الجفاف خسرنا كثيرا خسر مرب الجاموس من 20 إلى 30% من قطعانهم كما أن الغلة الاقتصادية للجاموس قد انخفضت كثيرا فقد انخفض سعر الجاموس الواحدة من 3 ملايين 3 ملايين ونص إلى أقل المليون وازدادت الأعلاف المركزة لكن ما بين ليلة وضحاها انتهت هذه الخيرات وجفت الأهوار وماتت المواش والأسماق وهاجرت الطيور وهاجروا أهل الأهوار إلى المحافظات الوسطى في العراق تبحث عن المستنقعات لتحفظ ما تبقى من مواشيها هذه الأمور المساوية كلها هي سببها وزارة الموارد المائية هذه الصور لهور الحمار الغربي الذي يعتبر من أهم المحميات الطبيعية التي دخلت ضمن لائحة اليونسكو إلا أنها أصبحت طاردتان لساكنها بسبب شح المياه ونفوق آلاف الجواميس لتقف الحكومة المحلية ومتخصصون وأهل الشبايش داخل الأهوار لبيان ما وصلت إليه الأمور تركنا اليوم كممثلا عن محافظ ذيقار في الإعلان حملة إنقاذ الأهوار كون أن مناطق الأهوار قد عانت ما عانت ونحن نرى بأنه الجهواء قد وصل إلى كل مكان في مناطق الأهوار ندعو جاد دين الحكومة الاتحادية للنظر لهذا ملف كون هذا ملف هو ملف مهم ملف تعنا به مناطق واسعة من ذيقار بالذات المتأثر الأول ذيقار اليوم انطلاق فعاليات الحملة الوطنية الكبرى لإنقاذ الأهوار العراقية عبر هذه الوقفة الكبيرة التي شهدت قدوم أعداد كبيرة من أبناء الأهوار والسكان المحلين لمحافظات الجنوب ومناطق الأهوار التحدي المطالبة بعودة الأهوار وتوفير حصص المائية المناسبة لها والإدارة الرشيدة للموارد المائية في البلد وتوفير ما يمكن توفيره لإنقاذ السكان وإنقاذ الأهوار العراقية التي تمر بأسوأ حالاتها بعد إعلانها مناطق منكوبة هل ستكتفت الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لمملكة القصب هذه أم ستبقى تصارع الموت حتى هلاك آخر حيوان جاموس فيها من أهوار التشبايش سعد الركابي قناة الفلوجة نشرة نتهت وهذا تذكير بهم مجاة فيها بلاسخار تؤكد دعمها للسودان والأخير يتعهد بمعالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد عبر برنامجه الحكومي قضية الخرق المالي الكبير تتفاعل القضاء يصدر مذكرات قبض بحق متورطين بسرقة نحو أربعة تريليونات دينار السيطرة على أملاك الوقف السني مرفوضة في نينوى نوابها يعلنون موقفهم من محاولات فردية للاستحواذ عليها الفلوجة دو تيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة